اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار لم تصف لأحد لم تصف لأنبياء الله ولم تصف للصالحين ولم تصف للمؤمنين ولم تصف لأحد لم تصف لغني ولم تصف لفقير ولم تصف لصحيح ولم تصف للمريض وسقيم بناها الله سبحانه وتعالى على الابتلاء والاختبار والمؤمن في أكمل أحواله مما يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره بل هو ركن من أركان الإيمان والله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبر وابتلي أكرم الناس والخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاءا كبيرا شديدا عريضا لربما امتد قرونا وقرونا لكن الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى من أهل الصبر والجلد على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة المؤمن مأمور بالصبر كما أنه مأمور بالصبر على الطاعة فهو مأمور أيضا بالصبر عن المعصية وهو أيضا مأمور بالصبر على أقدار الله المؤلمة والله تعالى يقول وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يفقد الإنسان ولده وأحب الناس إليه يفقد ماله يفقد بيته يفقد أسرته بشكل كامل لكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يكتب أجره وسوف يكتب صبره هذا الأمر معلوم عند الناس وأنهم مأمورون بالصبر مأمورون بالصبر على أقدار الله المؤلمة ومأمورون بالإيمان بالقضاء والقدر لكننا كلنا نسأل كيف نحصل هذا الإيمان وكيف نأتي به ابن القيم رحمه الله تعالى على عادته يجمع لنا هذه المشاهد التي تعين المؤمنين على الصبر على أقدار الله المؤلمة يقول رحمه الله تعالى إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد يعني إذا استحضر هذه المشاهد استطاع أن يحصل الصبر على أقدار الله المؤلمة أحدها مشهد التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره وشاءه وخلقه وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الثاني مشهد العدل وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاءه الثالث مشهد الحكمة أن لله سبحانه وتعالى الحكمة الكاملة لم يقدره الله سبحانه وتعالى سدى وما قضاه عبثة المشهد الرابع مشهد الرحمة أن الله سبحانه وتعالى اقتضت رحمته ذلك وقدر عليه ذلك وكانت رحمته غالبة لانتقامه وغضبه المشهد الخامس مشهد الحمد وأن له الحمد التام سبحانه وتعالى من جميع وجوهه تحمده في السراء والضراء في الصحة والمرض في الغنى والفقر المشهد السادس مشهد العبودية أنك عبد لله محض من كل وجه يجري عليك قضاءه وتجري عليك أحكامه بحكم كونك في ملكه وأنك عبد لله سبحانه وتعالى فيصرفه تعالى تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية كما يأمرك وينهاك وليس لك إلا أن تطيعه لا بد أن تعرف أنه يصرفك في أحكامه القدرية الكونية فأنت في الحقيقة محل لجريان هذه الأحكام عليك انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه